بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرف الموصلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الجزء الجديد يا جماعة من محاضرات ده الجزء التاني في مجموعة المحاضرات دي شابتر ستة بنتكلم عن نقطة واحدة بتلات طرق مختلفة. طبعا مش هنقول تلات طرق في محاضرة واحدة. لا هنقسم على عدة محاضرات. ما تفتكرش ان ان كده بنخلص موضوع. لا بنخلص او دي عبارة كل واحدة فيه وما تبقى محاضرة. لا ده يبقى كل واحدة فيهم فيديو. في فرما بين محاضرة وفيديو. المحاضرة ممكن تشمل اكتر من فيديو. لان بعض الاحيان الطرق بتبقى قصيرة. مش محتاجة محاضرة طويلة. فمنتعلم في الجزء الجديد ده ليه او باستخدام تلات طرق مختلفة. طبعا الاولى بير وايز اكسينج ميسود. الطرق الثانية جريف بيزد ميسود. الطرق الثالثة كرافت. كل طريقة من الطرق دي هنشرحها ان شاء الله مع مثال مع نقول ايه النوت اللي عليها. احنا خدنا قبل كده. يعني فيه كلام هتحس ان هو متكرر لكن بيبقى مراجعة كويسة لليه مرتبط باللي هنقوله. طرق Layout Design تنقسم الى Layout Evaluation في الاول بطرقتين Distance Based Scoring و Adjacency Based Scoring. Layout Generation تنقسم الى جزئين Construction Algorithms خاصة كطور انشائية و Improvement Algorithms. Constructions Algorithms قلنا بكده ان هو Building Block Layout by iteratively adding departments. ان انا ببني Layout Blockade باستخدام طريقة المحاولة iteratively adding departments. بنضيفها في محاولات مختلفة. الطريقة التانية بيسموها Improvement Algorithms Incremently Improving an Initial Block Layout. يعني بيكون عندنا Initial Block Layout وبنعمل عملية التحسين مستمر او متزايد. النهاردة هنكلم على Improvement Methods. بس نعمل Review سريع كده على حاجات احنا قلناها قبل كده. يعني ما تعتبرش جديدة بس بنعيد سياغتر. Constructions Algorithms. بتعتمد على خطوتين بصفة عامة. خطوة اسمها Select وخطوة Place. Select و Place. ده طبعا غير الخطوة بتاعة the evaluation في النهاية. Select an activity to be placed. بنختار النشاط او القسم اللي احنا المفترض نحطه في Layout. وطبعا Constructions معناه ما عندناش Layout اساسا. يعني الصفحة بيضة. الارض لسر بيضة. الخطوة المرحلة التانية او المرحلة التانية بيسموها Place. The Selected Activity من المرحلة الاولى الى في Layout. ان انا بحط البضع النشاط اللي احنا اخترناه في المرحلة الاولى في مرحلة Select. بنحطه في Layout. بقواعد معينة. اختار النشاط اللي اختار النشاط. وبعد كده بحطه في Layout. في قواعد للSelection. وفي قواعد للPlacement. ما ندرش ان احنا ايه نحيد عنها. سيليكشن رولز. زي. زي مثلا بنختار. نحط الاول كل الايهات. كل الايهات. كل الايهات. الاس الى اخر وطبعا الاخير اللي هو الاس تعتبر بمثابة نفس اهمية الاس بس بالعكس بعد ما بنحط الاقسام اللي هي لها علاقة اولا اي او اي او اي بعد ما دخلنا كل الايءات بنحو في الاقسام اللي هي لها اكتر علاقة او اي اهات او اكتر اي اى ا اكتر مع الاقسام اللي هي اللي هي مع الاقسام الي هو المشكل في ال живش std بعد كده نرفق بهذه الطريقة باسلوب بحيث ان احنا نختار اول قسم هيبدأ يخش بعد كده وفي عقدة او تشابه في نفس المعيار بيبقى في حاجة بتكسر المعيار ده او بتكسر تحدد من الليل الاولوية لو بيتساوف حاجات معينة يابد ان انا اخذ في اعتبار الدكاليف الموضوع ده يكلفني كام وباخد برضو لو اليوزر بيحدد معايير لوضع الاقسام نكمل في قاعدة من ضمن قواعد البلاسمنت رولز احنا اخذنا الاسيليكشن ده كده الاسيليكشن رولز من ضمن البلاسمنت رولز اول قاعدة او اول رول كونتيجيوتي رول قاعدة التواصل ان القسم نفسه متواصل مع نفسه او ما يبقاش في الانتصال بينهم نقطة او يتواصلوا في كورنر للبلوكات اللي احنا بنستخدمها ده او في الغالب ده اللي بيحصل ان احنا بنمثل القسم باكتر من مربع مساحة بتمثل مربع زي مثل المسال اللي احنا وانه في المحاضرة السابقة ان المربع بمثل الفين او بمثل الف اه على حسب محركة بتفترضي يعني في الحال كل واحدة فيهم يبقى في مشاركة بينهم في ايج يعني ده بتتشارك معديه في ايج في الحافة دي ده بتتشارك معديه في ايج لكن ده بتتشارك بتتقابل معديه في نقطة وده غلط وما ينفعش لا بد انها تتشارك على ايج ايج у ايج وو اطليست اي احد اخر يوم الصغير ده بمثل الفين ساتل يعني بيتقابلوا مع بعض كده في ايه وبرضو على الاقل ايج واحدة قاعدة الترابط القاعدة دي بتقول ايه؟ لما احنا نعمل محيط كده او خط بيلم كل القسم القسم ما ينفعش يبقى فيه التباعد The perimeter of an activity must be a single closed loop يعني لوب ما ينفعش مثلا ان احنا نقول ايه نيجي نقول كده ادي ادي جزء من القسم الاولاني و ادي جزء من القسم الثاني ما ينفعش لابد ان احنا نحوطوا بايه بلوب واحد كده منتظم ويكون فيه اتصال بينهم ويبقى القاعدة كده الاولاني ما اتطبعتش قاعدة التواصل نفيه اتصال بينهم خلال ايه كمان لما نيجي نعمل محيط يبقى فيه هنا ما تبقىش كل واحدة لوحدها سيبرت في اسمها قاعدة الترابط ايه القواعد التانية اللي عندنا عندنا قاعدة اسمها enclosed void rule قاعدة عدم وجود فجوات كده او حاجات كده في النص وسط المصنع بدون اي عنوان نوع activity shape shall contain an enclosed void دي بيسموها enclosed void ما فيش اي نشاط او اي قسم يبقى فيه بالمنظر ده يبقى عليه فيه جواه مساحة مغلقة مع نفسه بدون استخدام يهم تكون تابعة القسم يهمها مش تابعة القسم shape ratio rule ودي قاعدة مهمة جدا اللي فيها بنحاول نحافظ على شكل الاقسام ما ينفعش القسم يبقى طويل بالشكل ده فبيبقى فيه relationship ما بين the ratio of a feasible shapes greatest length to its greatest width هذه القسمة العلاقة ما بين اكبر طول مع اكبر عرض لازم تكون within specified limits ده ده بيبقى قيد على المين الى ودي انا سابق ان انا طالبتها من حضراتكم تقدموها لي وموجودة في تكست بوك في شابتر ستة وتاخد عليها درجة bonus القاعدة التالية بيسموها corner count rule عدد الاركان بتاعت القسمة اخدوا بالكم ده ده قسم واحد the number of corners for a feasible shape لشكل مقبول feasible يعني مقبول اه او ممكن احنا ننفذه في الواقع may not exist specified maximum وبرضه من ضمن البونس ان انت تتحدد لي عدد الاركان اللي ممكن تكون موجودة في اي شكل اه يصلح للنشاط او department the corner هنا المقصود بيها اللي ده روك ده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة في حد اقصى specific maximum مايبقاش بالحجم ده كل ده مرفوض عشكال مرفوضة او احنا بتعمل placement للقسم نيجي بعد the construction algorithm ونشوف ايه the procedure اللي ممكن نستخدمها وبعد كده نشوف اه كل طريقة على حده الاسلوب بتاعها لكن في خطوات عامة اه اساسية move departments around يعني انا عشان نعمل improvement معناها بنعمل ايه بنعمل move departments around within the block plan يعني بنحرك الاقسام اه حوالين كده رايح جاي داخل if the shapes of the departments are not fixed لو الاشكال الاقسام مش fixed مش ثابتة too many degrees of freedom to device a good method for modifying the block plan فيه درجات كثيرة من الحرية ان انت لو طبعا الشكل مش مش ثابت يعني تقدر ان انت تتغير زي ما انت عايز لكن لو او fixed او طول كزا عرض كزا انت مقيد بكزا بيبقى فيه صعوبة ان انت تتحرك بالقسم se the most of those eamproovements algorithms فيه معظم اصاليب التحسين اللي احنا حنت تستخدمها بتعمل limitation على نوع التغيرات اللة مسموحة بوها يعني نغير بناءان على ايهال فيه شروط معينة عشان نغير نجيب القسم ده ما كان القسم ده طيب يا ترى ايه البيزيك بروسيديوس اللي ممكن نستخدمها في الامبروفمينت الالجوريسمس اول حاجة بختار زوج من او تلاتة ممكن تلاتة ده طبعا احنا بنتكلم هنا كمبيوتر اللي عامل الكلام ده مش هنعمله بيدينا ده لا لكن في مسائلة احنا هنحلق بيدينا لكن في الغالب الكلام ده بيتعامل باستخدام باكتش بنختار قسمين او نشاطين او اكتر او تلاتة في نفس الوقت ونبدلهم مع بعض تاني حاجة بعد ما بنختار القسمين دول بنعمل تأثير تأثير تغييرهم نبدلهم مع بعض ايه ممكن يكون تأثيرهم بعد كده لدينا التأثير ايجابي غيرهم بدلهم فعلا لان النتيجة من انا بعمل الاستيميت للتأثير غير ان انا بغير فعلا لها تأثير مختلفة بتكون قريبة من التأثير اللي احنا عملنا له استيميت check to be sure اتأكد ان انت اعمل check عشان تتأكد ان the new layout is better انه تحسن حصل ايجابي فعلا مش وصلنا الحلقة اسوأ من اللي احنا بنحاول نحسن repeat until no more improvements are possible بنكرر الكلام ده واضح ان احنا بنخش جوه loop لغاية ما بنوصل ايه لغاية ما بنوصل ليه انه خلاص until no more improvements are possible ما فيش خلاص تحسنات ممكن ايه نعملها وفعلا بنوصلها وكده ابتوا بقى المسألة خلص فدي الprocedure او basic procedure اللي مبنية عليها improvement algorithms algorithm classification تصنيف بقى الalgorithms اللي ممكن نستخدمها سواء construction او improvement وان شاء الله نحاول بقدر الامكان ان احنا ندرس معظمها ان كلها او معظمها في الغالب هي بقى معظمها ان احنا ندرس مثلا التمام طرق اللي فوق دول لو درسنا الحاجات دي فعلا انتوا حاجة هاي بالنسبة لكم الconstruction algorithm زي ايه زي طريقة اسملة graph based method و ldp core lab planet ودي طرق computerized دي ممكن نستخدم فيها ادينا improvement algorithms bear wise exchange method دي هنعملها بادينا craft craft في هنعملها جزء بادينا وجزء باستخدام الحاسب mc craft ومرتب بعد كده دي طرق خاصة بالconstruction دي طرق خاصة بالimprovement لكن في طرق بتعمل الاتنين في نفس الوقت عشان كده مخطوطة في المنطقة دي block plan و logic و mixed integer programming دي طرق مختلفة تلات طرق علشان يعملوا بيقدروا يعملوا construction والimprovement algorithm بيستغرق بجوه built in جوه الimprovement algorithm نبدأ نركز عليها عشان هنقول عليها بقى مجموعة من الطرق اللي هي طبعا اساسا موضوع الكام جزء اللي هنقوله النهاردة والمرات القادمة we are given an initial layout يعني لازم block layout احنا لازم يكون في الimprovement algorithm عندنا initial block layout with data and rules for calculating the objective function ومعنا ال data الكافية احنا بنفترك كده معنا ال data الكافية ان احنا ايه والقواعد اللي بيها نحسب objective function objective function المقصود بيها هي ان انا اعمل evaluation بعد ما ايام ما اكون خلصت او total cost ازاي نحسب total cost modify the initial layout بنعمل تعديل في ال initial layout بحيث ان resulting layout هذا better objective function value بحيث ان layout الناتج من عملية التعديل دي تكون بعد عملية يعني يكتدينا better objective function value قيمة احسن افضل لدلة الهدف بعد كده بعد ما بنعمل كده move departments around in the block plan like a jigsaw puzzle except that the shapes of the pieces are not fixed هنا بنقول ان احنا بنعمل move departments around حوالين كده المكان في ال block layout زي بالضبط البازل ده باستثناء ان shapes of the pieces are not fixed يعني طالما ال pieces هنا ثابتة يعني شكلها ثابت شكلها واحد نقدر نغير زي ما احنا عايزين يعني نحط الاحمر مكان اللزق واللزق مكان البرتقاني والاخضر مكان الاصفر كل الكلام ممكن يتبدله مع بعض في حين ان في بعض البازل لا ما ينفعش هو كل واحدة لها مكان واحد على اللوحة اوكي طبعا دي بتدي درجة من الحرية الكبيرة في ان احنا نقترح device a good method of for modifying the block plan ان انا اعدل زي ما انا عايز وفعلا ان يحصل تحسينات most of the improvements algorithm limits the kinds of changes that are permitted معظم الالجوريثميس اللي بنستخدمها في عمليات تحسين بتحط قيود على نوع التغيرات اللي هي المسموح بها كان يقول لك غير بس مثلا same area غير common borders اليوم common borders ماشي هنشوف الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله بالنسبة للimprovement algorithm في general form لهذه الطريقة وهذا الاسلوب لغاوة التحسين بنبدأ نكرر عملية الخطوات الجاية دي لغاية حاجة معاينة تحصل choose a pair of departments خلاص اختارنا اي اتنين نبدله مع بعض طبعا البرنامج بيختار اللي يدينا افضل توفير وهنا بيعمل الاختيار مبدائي ايا بيجرب كل الاختيارات استمد the effect of exchanging them وقلنا الكلام ده exchange if the effect reduces the total cost بنغير لو بحسن check to be sure that the new layout is better بنعمل check نتأكد ان احسن لغاية ما ايه no more improvements are possible والمسألة هنا تكون خلاص اعتقد السلايد دي قلنا زيها قبل كده في عمالية الاختيار ونوضح بقى خطوة خطوة في الالجوريسم او choose a pair of departments ان اختار زوج من الاقسام ابدلهم مع بعض عشان نبدل in order not to disturb other departments عشان ما نقصرش على ونزعج بقية الاخسام two conditions must be satisfied انا مش بنبدل اي اتنين انا بنبدل القسمين مع بعض بدون ما نزعج الجيران اللي حواليهم ف two conditions must be satisfied must be satisfied او conditions the departments have the same area الاقسام لازم يكونوا لهم نفس المساح مثلا القسم القسم ايه والقسم بي ينفع نبدلهم مع بعض بناء على القاعدة دي a وب نبدلهم مع بعض ايه مساحتها دي سبعة مربعات بي مساحتها دي تسعة واثنين حداشر حداشر مربع ينفع نبدله لا ما ينفعش ينفع نبدل بي مع C دول حداشر ودول سبعة لما ينفعش ينفع نبدل ايه مع بي دول سبعة ودول سبعة a ينفع نبدلهم بصنا فعلا نبدلهم مع بعض ده G مكان دا واحنا مغمضين ده ما جيz مكان دا كاننا مسحنا الإيهات من هنا وكتبنا المات ومساحنا السيهات من هنا وكتبنا ايه مش بنقول إن احنا ابن كاننا مسحنا وحاطنا بكمside جديدة كيف يبقى القسم دا هيبقى إيه والقسم دا هيبقى إيه يبقى سيبقى أول لازم يتوفر ان الدبارتمنس لديهم مع بعض يبقى لازم يكون لهم كومون باوندري يشاركوا في كومون باوندري يعني يتشاركوا مع بعض يبقى لهم نفس الحدود حدود مستركة بينهم زي مسلا شايف القسم هنا القسم اي و بي هل ممكن نبدل القسم من دول مستركة مع بعض طبعا ينفع ليه عشان فيه حدود بينهم هي فين الحدود اللي بينهم دي تعال نشوف الحدود اللي بينهم علشان نقول يتنيقل ولا لا شايف الخط ده كده شايف الخط ده كده شايف الخط ده كده هي دي الحدود اللي بينهم الحدود اللي بتفصل بينهم دي بيسموها كومون باوندري وهم الاتنين شير الحدود دي بيتشاركوا معاها في الحدود كاملة مش جزء من الحدود مش كده ممكن نبدل دمعة ده اه ممكن نبدل دمعة ده. بس كده. آآ كل اللي هيحصل هنعمل ايه? هو هو مين اللي ياخد المكان الاول يعني احنا نفضي كل الايهات دي الاول. معي? ونحط مكانها بي. يعني الكبير يحتل الصغير الاول. طبعا لو الاتنين نفس المساحة ما فيش مشكلة. لكن لو مساحة مختلفة بنشيل الصغير ونحط مكانها الكبير الاول. بي بي بص كده بسيقونس معين. آآ بي 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 ماشي? آآ بي كان مكان هنا بس ما هو مساحته كبيرة. بي 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 ماشي? بي بي بي. لغاية ما يخلصوا. لغاية ما يخلصوا اللي هم كان اللي هم تسعة وتين والحداشة. يعني وطبعا دي مساحات فاضية مش مش ده مش مخصصة للاقسام. انا دي بني دي مسال كده. ماش كده? لغاية ما نحط كل البيهات في المنطقة دي. وبعد كده المنطقة الباقية اللي هي كانت ملك كانت ملك آآ بي. اصبحت ملك ايه? ملك ايه? ايه. وتاخد نفس المساحة اللي هي كانت عليها. كأننا بنقول الصعادية الاردن. مين مساحيتها اكبر? الصعادية. الصعادية تقول لي الاردن كل جواكي كده يتشيل خالص. احنا هنيه? هنيجي ناخد كل المساحة بتاعتك. هل الصعادية تكتفي بكده? لأ. هتاخد جزء على الحدود طبعا آآ من الصعادية وتضمها للاردن. ويبقى كده الصعادية خادت حقها. واللي يفضل بقى من من الصعادية يبقى ملك مين? ملك الاردن. خدها كده كمثال يعني توضيحي مش اكبر. آآ وطبعا هنا كان ممكن يبقى فيه رصة بكذا طريقة يعني ممكن من كل البديل ده ماشي. ممكن البديل ده ماشي. البديل ده عجينا عملنا ايه? عملنا اقلنا ايه? بي بي بي. افقي يعني مشينا بدل ما نمشي رأسي كده آآ رأسي كده آآ سوري بدأنا هنا بدل ما نمشي رأسي كده ونكتب البيهات مشينا في الاتجاه ده كده اهو ومعد كده مالينا كده وبعد كده مالينا كده وبعد كده مالينا هنا واقفنا بالغاية هنا عشان مستوى خطت مساحته خلاص ما ينفعش كنت تكمل بي هنا لان بي خلاص كملت بعد كده الباقي بقى بعمل ايه يبقى ايه يبقى خاص بايه خاص بايه ماشي طبعا المساحة دي قلنا مش هنملا في حاجة خاص بايه اهو ايه اهو تاخد كل المربعات بتاعت اللهم الكام العشرة واضح كده مالينا ازاي في الاتجاه ده هنا بالنسبة لله هنا ماليناها ازاي ماليناها بدل ما بالطول كده لأ منها العرض ومساحته كبيرة الاكبر هي الاول الاول هنقول الاحمر طبعا الاول او اللي هو بي اهو بس كده بي لغاية هنا نشعر بالمساحات دي بي كل ده هل لسه لها حاجة تاني اه لسه لها حاجة لسه لها واحد لغاية هنا ماشي كده بعد كده نخش على الاصفر او البرتقالي اه و تلاتة دول ولا اربعة دول يبقى احنا ممكن نمشي بالاتجاه ده بالاتجاه الرأسي او بالاتجاه فوقي ماشي كده بس ده بديل وده بديل ده هيدينا نتيجة مختلفة عن النتيجة دي ماشي يبقى انا بابدل الاقسام هنا كان ليهم مساحة مشتركة هنا هفز السيم اريا لا ما كانش ليهم سيم اريا ده هم ديفرنت اريا لكن شير كومون باوندري يبقى لو توفر الشرط ده بص الشرط اللي فاته ان هما السيم اريا لو عديت كده عديت الاي والسي نبدلهم مع بعض اه لكن هنا نبدل ممكن نبدل الاي والبي لان كومون اريا شير كومون باوندري او سوري شير كومون باوندري مش اريا اه يبقى يا اما يا اما يبقى شوفنا بنختار اللي هنبدله مع بعض بناءا علي قاعدة من الاتنين دول دبارتمنتز هفز السيم اريا او الدبارتمنتز شير كومون باوندري اه طبع ايه الخطوة التانية اه في موضوع امبروبمنت الاجوريسمس الخطوة التانية بتقول اكسشانج if the افكت is to reduce total cost بدل لو كان التأثير ان انا هقلل التكاليف لكن ابدل عشان ازول التكاليف يبقى ببدل ليه there are many possible methods for exchange when the areas are not equal في طرق كتير زي ما احنا شوفنا في المثال اللي فات لو كانت المساحات مش متساوية ما بين قسمين في اكتر من طريقة ان انا ابدل ايه المواقع بينهم زي ما شوفنا المثال اللي فات المثال اللي فات اهو في طريقة او اتنين وفي عديد طرق عديدة ماش كده اه اه the result النتيجة بقى depends on the method used to fill in the departments طرق اللي بنملى بها الاغسام اه النتيجة مختلفة هتدينيها نتيجة مختلفة ممكن واحدة منهم يزود تكلفة ممكن واحدة تتقلل التكلفة بمقدار معين والتانية تقلل التكلفة بمقدار اكبر ماشي اه لكن الطريقة دي ولاحظ وخد بالك ان may lead to the violation of shape ratio ممكن تؤدي الى اه ان انا اقع في محظور اللي هو الشيب ريشيو رول قاعدة الشكل نسبة الشكل قاعدة النسبة بتاعت الشكل and corner count rules وقاعدة عدد الاركام بتاعت الشكل ممكن اقع فيها وانا بوزع كده او بابدل بعمل exchange وبالتالي manual adjustment is sometimes required احيانا بيوم مطلوب مني ان انا اعمل الكلام ده بايداية ماشي مش كفاية ان انا استخدم الحاسب estimate الخطوة الرقم ثلاثة estimate the effect of exchange بس شوف بقى تقديري بقى ايه اه او تقييم للchange اللي هيتعمل ده يطرى هيكون تاثير ايجابي او لا سالبي على طبعا على ال object function cost effect can be a very time consuming process تاثير ممكن يكون عملية بتاخد وقت طويل جدا ان نشوف التاثير ده اه it may be desirable to know the effect of exchange بيبقى مرغوب ان احنا نعمل قرار منها بتاخد وقت ان احنا نشوف تاثير التاثير ده try to estimate the objective function value after the exchange بعد ما بغير بعمل كمان ايه estimate the objective function method to estimate is to calculate the cost احد الطرق المستخدمة له حساب او ان انا اعمل estimate لل layout او change ده ان انا احسب the cost if the two centroids are switched يعني انا مش بعمل بغير بجد لان انا بعمل تقدير لحساب التكلفة ماذا لو two centroids بتوع القسمين اللي انا بقدلهم مع بعض دول يتبدلوا بس centroids بس يعني انت انا ايه وانت بيه انا هبقى مكاني السنترويد بتاعك وانت مكانك السنترويد بتاعي حتى لو فيه اختلاف في المساحة بس دم الصحيح ده السنترويد المفروض هتختلف لا احنا كأننا هنبدل السنترويد بس ونحسب المسافات على هذا الاساس والله لو في بشرة خير ان انا التكلفة هتقل بابدل بجد واشوف التكلفة بجد this estimate method will not necessarily be correct for departments with unequal areas واحنا قلنا بنقول الاستمات ده مش بالضرورة ان هو يكون صحيح بالنسبة للأقسام اللي هي ازاية مساحات غير متساولة بعد كده بعمل تشيك عشان نتأكد new layout is better that requires a scoring model. إننا نشوف أعمل evaluation. a scoring can be based on distance relationship or flow. إحنا قلنا بذلك. distance based scoring or adjacency based scoring. More complex scoring methods feature. طبعا أكثر تعقيدا based on various material handling alternatives. على حسب البدايل في material handling ممكن استخدامها في ما بين الأقسام وبين الأنشطة. and the cost associated with flows between departments can be developed. والتكلفة المرتبطة والمتعلقة بالflow ما بين الأقسام وبعضها ممكن ممكن نحسبها. لكن إن شاء الله هناخد scoring methods البسيطة. مش الم complex. لو إحنا بقى نشوفنا إزاي نحسب distance. ما بين centroid والcentroid. فإنت كل شكل من الأشكال لازم يكون عندك أشكال معروفة بالنسبال لك. وإحنا إن شاء الله سناخد أشكال إلى حد ما هيكون دايما معروفة. يعلقها فين؟ مش هناخد أشكال زي كده. وإحساب لي Gu wed to send the centroid صعب. صعب. لها قوانين وcomplex and complex and better mentality. طبعا السيتمتراية بتقول لي. السيتمتراية هنا. السيتمتراية بتقول السنترويد هنا لكن دي صعب ان اقول السنترويد فين محتاج لها تكنيك ان انا اعرف السنترويد هنا دي سهل 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 ماشي دي سهلة ان انا اقسم الشكل اللي عندي الاجمع مجموعة من الاشكال اللي السنترويد بتاعها معروف ماشي ومنها اقدر احدد السنترويد بتاعها بنستخدم معادلة ويريد شوفوها على النيت اسمها الجرافتي اوف اريا او مومنت اوف اريا ماش كده واحدد الايه الاكس والواي بتاعها السنترويد بتاع الشكل ده هي النقطة دي ازاي نحسبها اسمها الى اشكال بسيطة كده تقدر تحدد السنترويد بتاع الشكل كله فين اوكي ده مركز الكتلة بتاعت الشكل ده كان كان الشكل ده حتة صاغ كده ونربطها منين من مركزها بحيس انها تبقى متازنة ما تبقاش ميلة في اي اتجاه ده معنى ليه ده معنى السنترويد خدها بالمعنى ده ازاي بقى بنحسبها بيقول عندنا هنا لو كان المسافة المسافة زي بنحسبها ما بين السنترويد والتاني في عندنا توكيشن مسلا وليكن اللوكيشن اي واللوكيشن اي جي اللوكيشن اي وبي ايا كان اساميهم بقى كيشن اي جي زين زي دستانس موضل ميجرس كان بي النمازج اللي احنا ممكن نحسبه ممكن نحسب باستخدام الريكتانجولر ميسود او ريكتلينيار ميسود وفي ايكليديان ميسود الريكتلينيار ميسود اللي هي انك تمشي مسافة من اي الى بي عمودي دايما هتمشي عمودي دايمان هتمشي من dortو نوجد لغزر Francisco simplesmente بده من هاته بالفرق ما بيناون بي عمودي الويه باستخدام لغزرиков في الثورس. اوكي? وموضوع سهل جدا. فرما بين ال tex التربيع زي الفرما بين ال y التربيع الجز التربيع يدين المسافة بينهم. فهو على حسب طبعا نستخدم طردية او طردية. على حسب ما يقول لك. انت اه اس المسافة اه اس المسافة ايكليديان. اه نيجي ندل مسال بسيط اهو. ده مسال بسيط يوضح لنا ازاي اس المسافة. من ال سنة او ال سنة. فين ال سنتر ده? فين ال سنتر ده? من النقطة دي? نوصل للنقطة دي. ازاي نمشي رأسي كده بعكاية افقي. او من هنا نمشي افقي لغاية ما نوصل للسنتر ده كده. هي دي المسافة المجموعة المسافتين دول. ده يدين ايه المسافة من السنترويد للسنترويد. ده لو الشكل بالشكل ده. اه لو كان برضو بايه بالكيفية دي. المعادلة هتبقى بالشكل ده. احنا خدنا المعادلة بتاعتها بس هي المسافة المقصود بها المسافة دي. ماشيه بتبقى ايه بتبقى مسافة. اه ميلة. هذا مثال يوضح لنا مثال بقسيط طبعا يوضح لنا Layout مكون من كم قسم مكون من أربعة ستة أقسام المطلوب هنا نحسب أول حاجة نحسب مسافة من A إلى B طبعا المسافات التي يتعبر عن المساح 3 في 10 يبدأ كده 3 دائما بنقول الطول كده والعرض دائما الطول وبعكية العرض 3 في 10 ده 3 في 3 ده خمسة خمسة في 3 ده 3 في 7 ماشي مش الطول وبعد كده العرض لا الارتفاع ده الرأسي الاول بنقول الرأسي الاول ماشي كده 3 في 3 وطبعا كل واحدة فيهم كالوس السنتر بوينت بتاعته السنتر بوينت بتاعه معروف طب لو احنا عايزين يسلم مسافة من A إلى B من A إلى B سهلة جدا السنتر والسنتر قدام بعض هنا هنمشي واحد ونص وبعد كده هنمشي واحد عشان نوصل للسنتر على طول مش هنمشي لاتجاه رأسي لان هما فوق بعض بالزبط ريتلينيار ده الاتنين ريتلينيار ديسانس من B إلى C من B إلى C سهلة جدا حدد السنترويد هنا ماشي واقول وحدد السنترويد هنا ماشي وممكن تقول ان انا همشي مثلا اهو اعمل المحاور بتاعتي هنا ده هنا محور اكس مسلا وهنا محور واي ادي محور اكس وده محور ايه محور واي ادي واي ودي اكس اتحدد السنترويد هنا اعمل خط كده ودي السنترويد بتاع ايه بتاع سيه اللي هو القسم اللي عايز يحسيب له المسافة طبعا احنا بنحسب كل المسافات بس ده اخد ايه بناخد مسال آآ بيه ااجي هنا كده كده ودي ايه السنترويد بتاعه بنشوف المسافة اللي اتحركة من هنا الهنا قديه في ريتلينيار ماشي افق وراسي بص حسبها زي ده وست هنا بحسبة زي بيقولك خمسة من هنا ان هنا خمسة يعني المسافة البنين اللي خماسة ده ده دي كان process 1 ونصة عندي ثلاثة ودي عشرة وده ثلاثة بيدينا في المسافة بتاع ايه بتاع اكس المسافة في التجاه واي اللي هي المسافة دي زائد المسافة دي الماسافة دي لها واحد المسافة دي لها واحد ونص عشان نوصل للمكان دا Euro واحد زايد واحد ونص يدينا المسافة ستة. ده كيفية حساب المسافة على مثال بسيط. واي شكل بقى انت تقدر ان انت ديه آآ تعمله.